لازم نراعي أربع حاجات في أي كلام بين بين الزوجين عشان نتخلص من المقارنة لازم يبقى الحياة بيننا فيها إجراءات تمنعنا من الوقوع في فخر مقارنة أول حاجة لازم لما أتكلم مع شريك حياتي لازم أختار الزمن اللي أنا أتكلم فيه ما ينفعش أنا أتكلم معاه لأنه ممكن أنا أتكلم معاه يطلع أسوأ ما فيه يبقى لازم لأنه أنا أتكلم معاه أختار الوقت اللي أتكلم فيه عشان ما يطلعش أسوأ ما فيه وأقول إن في الأخي خالص إن إيه اللي حصل ده بعيد كل البعد ده أنا اكتشفته على حقيقته لأنا لازم أختار الزمن اللي عتكلم فيه لإن الحوار وزمن الحوار ده مهم جدا 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 لإن فيه أوقات ما ينفعش أتكلم فيها مع شرك حياتي خالص فيه أوقات أوقات التعب والغضب والإحساس بإن الشخص عاوز يكون عنده وقت خاص لنفسه يحس بالخصوصية ولما الإنسان يعبر عنه إنه مش عايز تكلم يبقى مش عايز تتكلم يبقى أنا بجيش أقول إيه آه فين بقى الراجل اللي بيسمع الست وفين الشخص اللي بيسمع وحنين ويقدر يحتوي الست لا الوقت ده وقت مش وقت مناسب فما يحكمش به ولا أقارن فيه بالأوقات العادية الأمر الثاني إن طريقة التعبير لو عندي حاجة وماش عايز ألجأ للمقارنة ممكن التعبير يبقى غلط ويخبط في حاجة زي المن أنا بمن عليك إن أنا مش بقارنك إيه وقت تعمل كده ما يجيش يقول لها إيه شفتي أنا مقارنكيش بحد من الستات هيتحس إن أنا إيه إنه هو متفضل عليها بالمقارنة وده طريقة في الحقيقة من قمة المقارنة فممكن الطرف التاني يحس إن ده نوع من أنواع المن بالعكس ده بيحس بإن هو شايفني مش لايئة إن أنا يقارن بحد تاني ستات كتيرة بتفهم كده ورجالة كمان بتحس بإن ده مش من طب أنا لو محتاج حاجة أعمل إيه أقول إن أنا محتاجة ومقارنش زوجي بإن هو ما فريش الاحتياج بحد تاني لو أنا عايز حاجة من زوجتي أقول إن أنا محتاجة مقارنش بينها وبين حد تاني لإن هي بتشعر من غير مندري إن هي وكأني أنا بتمنى إن أنا كنت أتجوز حد تاني يبقى لازم أخلي بالي من ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قابلش من السيدة عائشة إن هي تقارن بينها وبين السيدة خديجة ليه؟ لأنه شايف إن المقارنة ده أسلوب من الصحيح ما بين الأزواج فعلمنا هذا المنهب ما فيش مقارنة بين الأزواج المقارنة دي بتخلي فيه هو ما بين الزوج وزوجته الحاجة الثالثة إن لازم الشخص يضع نفسه في جزء من الحل وما ينفعش حد يرمي كرة اللهب على شرك حياته لأنه ساعتها هو بيعمل إيه؟ بيقول وريني بقى هتعمل إيه؟ مع كل الرجالة بيحله وريني إنت هتعملي إيه؟ مع كل الستات بيستحمله لا أنا لازم أشارك مشاركتي هي أكبر حصني بتحصن بيه ضد المقارنة لازم أشارك شريك حياتي مش أقارنه أنا بدل ما أروح وأتعبه وأخليه حاسس بالعجز لا وساعتها هيحس بالعجز لأنه هو مش حاسس إنه هو هيوصل لأحلامي لما شاركه الأمور كلها تتحل يبقى أنا بتكلم يبقى عندي جزء من الحل وأحاول إن أنا أقدمه لشريك حياتي وأقوله إن أنا بقدم هذا الأمر مش فضله منه لأنه ده واجب علي أو ده حق ولا اللي بيخليني أحس إن أنا عايش معاك بشكل صحيح أنا ما بحبش مراتي تقعد في البيت مش مسرحة شعراء ما يقول لا يقول كده أنا ما بحبش مراتي مش إن في حد تاني بيعمل كده يقول كده يقول إن ده احتياجه ولا ممكن يعمل حاجة ألطف إنه هو يقوم بهذا العمل ليها يعمل الكلام ده فهي هيوصل لها رسالة إنه هو بيحب ده وساعات يبقى دوت أقول لكم حاجة ساعات من غير مقارنة يبقى ده عمل مشترك دايماً لما بنحل المشكلة الزوجية نقول لهم دوروا على العمل مشترك بينكم إيه اللي حاصل أنا مش عايزة زوجي يكون قاعد بشكل معين ممكن نجيب له الحاجة دي وقدمها له فيوصل له رسالة إن أنا عايز كده في إيه اللي حاصل ما أحتاجتش إن أنا أقارن بينه وبين حد تاني وأنا ما أحتاجتش إن أنا أقارنها بحد تاني ويبقى ده عمل مشترك يبقى بينا إن احنا بنحب ببعض لو الشخص كمان ما الكلام بتاعه ما بيبقى الكلام معاه في توصيل اللي أنا بحبه مش سهل عليه أكلم معاه وبلاش ألجأ إلى المقارنة ألجأ بإن أنا أضرب مثال أو نتكلم في الموضوع بشكل عام ونتكلم ونتناقش فيه الكلام هنا واجب شرعي لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا لازم نتكلم مع بعض عن احتياجاتنا ولازم نتواصل مع بعض ولازم كمان نسمع بعض عند احتياجاته زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع السيدة عائشة وهي بتحكي عن احتياجات النساء وإزاي يعني نتعامل معاه الإجراءات واضح جدا جدا إن إحنا لازم نستثمر الصفات الحسنة في شركة الحياة بدل ما نقارنه كل ما نستثمر الصفات الحسنة في شركة الحياة مش هنكون محتاجين إن إحنا كمان إن إحنا نقارنه بغيره كمان من الإجراءات المهمة اللي إحنا لازم كمان نتكلم عنها بعد ما نستثمر بعد ما إحنا تكلمنا على إزاي نتكلم مع بعض أول حاجة لازم نستثمر الصفات الحسنة في شرك حياتنا لازم كمان نتعلم ثقافة أن احنا نتعامل مع بعض بشكل إجمالي مش تفصيلي ما نقافش على الوحدة لازم نتكلم مع بعض شكل إجمالي لأن احنا بنحب بعض كمان من الإجراءات المهمة اللي احنا لازم نعملها أن احنا كمان لازم نمدح بعض بدل ما كل واحد فينا يئزي التاني بمقارنة ياريت كل واحد فينا يمتني للآخر الامتنان أحد أهم أدوات التحصين البيوت من المقارنة أكيد كل ما هتمتني لشرك حياتك كل ما هيقرب منك وهيقرب كمان من تفكيرك وهيقرب كمان من اللي بتحبه وساعتها ما تشتبقاش محتاج لمقارنة لأنه خلاص عرف أن قلبك مفتوح وساعتها مش هيبقى عنده مشكلة أنه هو يتغير وبالعكس هيطلب رأيك فيه طول الوقت عشان أنتو الاثنين تندجوا وترتقوا وكمان تعيشوا في توافق وسعادة ورضا يا رب جعلنا على الدوام من أهل التوفيق والرشاد ومن أهل جبر الخواطر ما تكتبش على حد مننا يا رب أن يكسر خواطر شرك حياته بمقارنة مش في مكانها أو بمقارنة تسلب عنه أجمل ما فيه وجعلنا يا رب نخرج أجمل ما فيه شركاء حياتنا عشان كلنا ندخل عليك يا مولانا من باب الجمال اللي بتحبه يا رب اجعلنا من أهل الجمال على الدوام ترجمة نانسي قنقر